هذا وتتابع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء العملية الانتخابية للتعامل مع أي مشاكل قد واجه سير العملية الانتخابية من جهته أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الثاني تتم في أجواء من الأمن والأمان فضلا عن قيام الحكومة بتوفير الشفافية والحيادية التامة في هذا الشأن أشار محلب إلى أن مشكلة تصويت الوافدين تم رفعها إلى لجنة الانتخابات مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل في أي قرار يخص اللجنة كما أكد محلب أن المراقبين الدوليين يتابعون العملية الانتخابية في مصر بحرية تامة هذه الانتخابات فعلا بتتم في جو من الأمن والأمان ملحوظ نمرة اثنين النزاهة والشفافية ده واقع واضح بدليل أن لم يصلنا أي مشاكل أو أي اعتراضات أو أي ملاحظات نمرة الثلاثة طبعا أن الكثافة الحقيقية بتيجي في الفطرة المسائية نظرا لأن الجو الحقيقة شديد الحرارة وبالتالي ده الملاحظات أن الكثافة بتزيد أوي في الفطرة المسائية وبالتالي إحنا بإذن الله نأمل أن اللجنة العليا للانتخابات هتدي الفرصة ليلا لغاية آخر واحد واقف التوابير وطبعا إن شاء الله هي ساعات مصرية في تاريخ مصر اللي ما نزلش المفروض النهاردة أنه هينزل وبالتالي أنا أتوقع كثافة عالية جدا في الفطرة المسائية النهاردة فندم سمعنا من بعض المحافظات أن إجراء احتساب اليوم إجازة رسمية أثر في عملية التصويت ولكن في نفس الوقت ما زال هناك ترصد الغرفة مشكلة الوافدين ويمكن في شرم الشيخ بالتحديد ظهر بعض التظاهرات للوافدين اللي عايزين يضلوا بصوتهم هل سيكون هناك إجراء؟ هو الإجراء الحقيقة يعني ده مش الحكومة هي اللي بتاخده هو اللجنة العليا للانتخابات هي اللي بتصاحب القرار الوحيد في الحكومة لا تتدخل إطلاقا في هذه الانتخابات غير بالأمن والتأمين والشؤون الإدارية لكن أي قرارات هي اللجنة العليا للانتخابات هي اللي بتاخدها لكن الحكومة ممكن أن توصي فندم لجنة الانتخابات سواء فيما تعلق بمد يوم آخر أو مد ساعات أو على تبقى مناشدة على الأقل برضو موضوع الغرامة عايزين نشوف الغرامة هو فيه قانون يعني برضو إحنا لنا يعني ده قانون القانون بيطبق يعني ما فيش حد يقدر يمنع أو يوقف تطبيق القانون بالنسبة للمد يعني ده هتوقف على الأعداد اللي هتكون موجودة بالليل إن شاء الله إن شاء الله يعني لكن نأمل أن يعني النهاردة يكون فيه كثافة ليلا وإن شاء الله تتم الانتخابات بصورة مرضية للجميع إن شاء الله شكرا